السلام عليكم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معي في قناتي ان شاء الله تكونوا بخير اليوم حين نعمل وما بدنا ناجينا المورقة ان شاء الله تنال اجابكم الوصفة وتنجح لكم هذه الوصفة تحت طلب تحت طلب صديقة لي بالمناسبة نحييها نقولها مايا وان شاء الله تكوني بخير المقالة كالتالية عدنا نصف كيلو فارنات ثلاث ملاق كبار تاز زيتا ملح الملح اذا دلناها لاجينة خاصة بالمملحات واذا دلنا لاجينة خاصة بالحلوية راح نستغنو على الملح ونحطوه فيه بلازو نصف كالسكر انا اليوم راح نستعمل ما بعدنا لاجينة المورقة الخاصة بالمملحات ونضيفوا معها ملعقة كبيرة خلق وحنلموا بالماء الدافئ وحنلموا بالمينة كامل مكونات ما بعداهم راح نتحصلوا على الجينة الطرية ومتماسكة وما تلسقش في الهدينة وحن خليوها ترتاح شوية في طاويلة عمل ورشيها بقليل من الفارنا اطرحي العجينة ارقيقة يعني ما تكونش ارقيقة خلاصة كما راح كتوفي راح نطرح بالعجينة بسهولة وما هيش راحية قاعدة تتلسق معايا راح نستعملوا 250 قرام زبدة للتوريق يعني 250 قرام نصف كيلو فارنا واذا استعملت كيلو فارنا راح تستعملوا 500 قرام زبدة التوريق جيبي حكاك خاصة بالبصل حكي الزبدة على العيون الكبيرة على كامل لاجينة بعد ما غطينا كامل لاجينة بالزبدة دوكلفوها على شكل حربوش ونطرحوها بهذا الشكل ومما بعد نطبقوها تلت مرات وبقي الطرحي وتبقي تلت مرات تكرر العملية حوالي 3 إلى 4 مرات ترجمة نانسي قنقر هذا هو الشكل النهائي تلاجينة بعد ما كملناها حطيها في التلاجة وكي تحبي تستعملها أجلب ديها قبل وخليها الدوب وكي تفضل لك العجينة هذيك بعد ما استعملتها تعاودي تطرحيها تلت مرات وتعاودي تخبيها في الكونجيلاتو ومرة الجاية أجب ديها واستعمليها إن شاء الله ستنال إعجابكم هذا الطريقة ما بقى لغا نقول لكم سلام ترجمة نانسي قنقر